أهلا بكم خلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسة البابا فرنسيس بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الشرق الأوسط وأكد للمؤمنين أن زمن الصوم الأربعيني هو الوقت المناسب الذي يجب أن نخصصه لسماع كلمة الله عبر قراءة الكتاب المقدس والمواظبة على الصلاة لأن في ذلك تجديدا لعلاقتنا مع الله وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا من صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيش مع بداية مسيرة زمن الصوم الأربعين على مثال يسوع الذي اعتزل مدة أربعين يوما للصلاة والصوم في الصحراء والشيطان يجربه توقف قداست البابا اليوم عند المعنى الروحي للصحراء في حياتنا موضحا أن الصحراء هي مكان لابتعاد عن الضجيج الذي يحيط بنا إنها مكان الصمت حيث نعطي المجال لكلمة الله في الصحراء نجدد العلاقة الحميمة مع الله ومع محبته كما حدث مع شعب الله وأكد قدسته أن زمن الصوم الأربعين هو الوقت المناسب الذي يجب أن نخصصه لسماع كلمة الله عبر قراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه إنه وقت الصلاة الذي بها نتجدد إنه وقت الصوم الذي به نتحرر من الأشياء الباطلة والزائدة من أجل أن نعيد اكتشاف ما هو أهم وما هو ضروري الصلاة والصوم وأعمال الرحمة هذه هي طريق الصحراء في زمن الصوم الأربعين واختتم قداسة البابا تعليمه مستشهدا بكلمات النبي أشعياء ها أنا زاءاتي بالجديد وأجعل في البرية طريقا ليوضح أنه عندما ندخل الصحراء مع يسوع فإننا نخرج منها لنحتفل بفصحه فنختبر هكذا قدرة حب الله الذي يجدد الحياة فتظهر الصحراء وتنبت فجأة براعم الحياة الجديدة والآن تحياتي البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق النتيقين اللغة العربية ريولغو un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare a quelli provenienti dalla Siria dall'Egitto dal Medio Oriente specialmente a quelli provenienti dall'Iraq c'è un bel grupo che viene dall'Iraq a voi cittadini dell'Iraq vi dico che vi sono molto vicino voi siete un campo di battaglia voi soffrite una guerra da un lato e dall'altro io prego per voi e prego per la pace nel vostro Paese nel quale al quale era in programma che io visitasse quest'anno prego per voi all'inizio di questo tempo di Quaresma vorrei augurare a tutti voi un tempo di conversione di rinnovamento interiore e di crescita personale e spirituale vi incoraggio di dedicare tempo alla meditazione della parola di Dio alla partecipazione ai sacramenti al digiuno e alla preghiera per rinnovare così il nostro rapporto con Dio con noi stessi e con il prossimo Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno grazie a tutti con noi stessi e vi اشتركوا في القناة